غير أبهن بالمخاطر مستقلاً القطار وصل الرئيس الأوكراني فلودي ميرزلينسكي في ساعات صباح الأولى ليوم الأربعاء إلى العاصمة وارسو في زيارة رسمية له إلى بولندا بحث خلالها مع نظيره البولندي شؤون الأمن والعلاقات الدولية والاقتصادية ومسألة تزويد أوكرانيا بالطائرات وهو الملف الذي تحدث عنه الرئيس البولندي مبدياً استعداده الكامل لتسليم أوكرانيا كامل أسطولها من مقاتلات ميغ والذي يضم 30 طائر في قمة الناتو المرتقبة في فيلينسيو في صيف هذا العام سنحاول تحقيق ضمانات أمنية إضافية من شأنها تعزز الإمكانية العسكرية الأوكرانية والتي ستعزز أيضاً شعور الأوكرانيين بالأمن ولكنها ستكون أيضاً مصدر قلق كبير يتم الآن تسلم أربع طائرات ميغ أي ثمانية في المجموعة نحن مستعدون كما أخبرت الرئيس لتقديم ست طائرات أخرى قيد الإعداد حالياً نفترض أنه يمكن نقلها قريباً موقفاً له ما وراءه خاصة أنه يأتي بعد التهديدات لكريملين بتدمير الطائرات المعززة للجيش الأوكراني وإعلان كياف توسيع استخدام المسيرات في مدينة باخموت الاستراتيجية شرق البلاد والتي تشهد أعنف المواجهات منذ أشهر بالنسبة لي الأمر الأكثر أهمي هو عدم خسارة جنودنا وبالطبع إذا اشتعلت الأحداث أكثر من ذلك في وقت من الأوقات وهناك خطر بأننا سنخسار جنودنا بسبب الحصار بالطبع سيقوم القادة العسكريون هناك باتخاذ القرارات المتناسبة والصائبة قواتنا تواجه موقفاً عصيباً للغاية في مدينة باخموت وسنتخذ قرارات متناسبة لحمايتها نحن في باخموت والعدو لا يسيطر عليها القوات الروسية التي لم تتمكن لحد الساعة من السيطرة تماماً على باخموت وحسب القيادة الأوكرانية فإنها نشرت سفناً إضافية في البحر الأسود بما يقدر بخمسة عشر سفينة وست حاملات صواريخ لاستهداف البنية التحتية أساساً ومنشآت توليد الطاقة هذا وكشفت وزارة الدفاع الروسية مقتل خمسمائة وثمانين جندياً أوكرانياً خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في مواجهات شرسة شهدتها عديد المناطق في أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر